ارسال سفينة بديلة لناقلة صافر المتهالكة قبلة سواحل اليمن محاولة إنقاذ قبل وقوع كارثة بيعية وإنسانية كانت تهدد ملايين البشر الأمم المتحدة أعلنت عن بداية عملية نقل نحو مليون برميل من النفط من ناقلة صافر لتجنب تسرب كارثية بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما يمكن أن يكون أكبر قنبلة موقوطة في العالم تجري الآن جهود إنقاذ بحري معقدة في البحر الأحمر قبلة سواحل اليمن لنقل مليون برميل من النفط من خزان الصافر إلى سفينة بديلة عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى تعتبر خطوة حاسمة ستساهم في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق كبير هكذا تسير عملية النقل عبر أنابيب السفينة البديلة التي تسمى نوتيكا اشترتها الأمم المتحدة بحوالي خمسة وخمسين مليون دولار العملية تستغرق تسعة عشر يوما تنفذ عملية نقل النفط بواسطة شركة بوسكاليس الهولندية وتساعد في العملية السفينة انديفور التابعة لشركة بوسكاليس الناقلة صافر شيدت عام 1976 كناقلة نفط عملاقة وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة الخزان العائم صافر يرس على بعد حوالي أربعة وثمانية من عشر ميل بحري قبال تساحل محافظة الحديدة في اليمن وتحمل السفينة ما يقدر بنحو مليون ومائة وأربعين ألف برميل من النفط الخام الخفيف تم تعليق عمليات الانتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 بسبب الحرب في اليمن ما أدى إلى تدهور أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية الناقلة بشكل كبير وغياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط الناقلة صافر يعرضها للانفجار في أي وقت لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات